تخايا يا دكتور ان المرأة الاوروبية في الوقت الحاضر بتنشد الرجل القوام انا يعني هد المشاهدين سريعا كلا بعض احصيات سريعا هذا الامر 90% من نساء بريطانيا ما بيحبوش يتزوجوا من الرجل الضعيف اللي اول ما تحصل اول مشكلة او اي مشكلة يعد يعيط يقولك لا ده الرجل دعم شكل حريب احنا عاوزين راجل راجل قضية الضرب دي شبهة خطيرة جدا واحد وحدة معنا مولانا اقول ان الله كرم المرأة بهذه العقوبة عقوبة الضرب كيف كرمها بالضرب اي والله مش معقول كيف كيف قال نبينا صلى الله عليه وعلى الله وسلم ولا تضرب الوجه الله ولا تقبح شوف كرمها ان ضربها لا يضربها على وجهها حتى وهو يضربها لا يسبها ولا يشتمها عجيب اذا هو يضرب للتأديب واذا ضرب لا يزيد عن عشر واذا ضرب لا يكسر عظم ولا يقطع لحم ولا يكسر سنة ولا يفقع عينا اذب عند الضرب اذا ضرب عند التأديب لا يرفع يده الى اعلى بل يضربها بحذاء صدره كل هذا تكرم للمرأة هي تحتاج الى تأديب تحتاج الى تأديب فكيف يؤدبها زوجها بالوعظ فان لم ترتدع ولا تنزجر بالهجران فان لم تنزجر بالضرب وجعل شروطا للضرب لا تضرب الوجه ولا تقبح وانت تضرب لا تسب ولا تشتب يا ابنة كذا انت كذا لا ممنوع هذا في الاسلام يضربها بايه نعم بعصة صحيح قالوا ان ضربها يضربها ضربا غير مبرح لا يترك اثراه يضربها بعصة قصيرة واذا ضربها لا يضربها على وجهها ولا على اماكن الرأس التي تؤذي بل يضربها على بدنها ويفرق الضرب كل هذا اختيار اختيار لاجراء العقوبة لكن هذا لا يكون الا عند استحالة الوسائل السابقة كمن تكريم الاسلام للمرأة انه لم يجز العقوبة بالضرب كما قال اهل العلم الا في حالة واحدة عند امتناعها عن فراشه عند امتناعها عن فراشه نعم لان اين يذهب الرجل هو يريدها وهي تمتنع عنه فيأتيها بالوعب لا تاني يأتيها بالتهديد تاني يا مولان حتة لمهمة تاني تاني دي انا عادي اسمحها منك تاني نعم يعني ما ينفعش واحد يضرب مراته عشان اكل عشان شرب عشان لا ايوة لا يكون الا لاجل هذه المسألة التي لا يستغني عنها